يعني دابا شن هم الحويجات اللي قدروا نستعملهم وبساط العناية بالشعر ديالنا. طبعا كن واحد مجموعة من الزيوت النباتية. ربما جافت الدخول ديال الاخوات قدروا الى الكوكو. ايه زيت الكوكو. بخيفين كتبقى مزيعنة يعني كتناسب زيبنا. دابا كنت تكلموه على الشعر الناشف. الشعر الناشف. اذا زيت الكوكو كيبقى من احسن الاختيارات. كيبقى كذلك حتى الزيت ديال لوز. زيت الكوكو زيت ديال لوز. زيت زودة ديال الكاريتة بالنسبة للقناع. كيبقى زيت ارغان كذلك يبقى من الزيوت رائع. وهادو بالاضافة نو قد نضيفو لهم بعض الزيوت الاساسية. ونا ما ننسوش الاهمية ديال زيوت الاساسية كذلك. بالنسبة للشعر. اولا في غياب زيوت الاساسية. فبطبيعة الحال هم اقترحوا اختيار. يعني اول زيت الاساسي اللي هنا لقي نسب الشعر. شعر ناشف. يبقى بطبيعة الحال بغض الصنطال يعني زيوت ديال والقمر ولكن. قليل وثمان ديالو غير. صنطالون البوم بالاخص. ولكن بحكم الثمان ديالو فكيبقى اختيار ثاني اللي كان هو جيرانيوم اللي هو العطرشا. وخاصة بيراغونيوم غوزيوم كما كان عارفو هاد زيت الاساسي هادا تهوى كذلك. ماشي يعني ماشي متوفر ماشي بتبت تحت الثمن ديالو. ماشي الثمن القليل اللي احنا قدمتنا. وكيبقى كذلك زيت الاساسي ديال الخزامة. اذا عطرشا وزيت الخزامة. ايه. وملكا نظر على زيت الاساسي ديال الخزامة فالخزامة تقريبا بالانواع ديالها كاملة. اي نوع ديال الخزامة. كيفما كانت يعني جميع الانواع ديال الخزامة. كذلك يبقى زيت الاساسي ديال السلمية. وهنا بطبيعة الحال جميع الانواع ديال السلمية. يبقى الخاصية خاصة بالنسبة بالنسبة للسلمية. اه. ولا اي نوع اخر. فبطبيعة الحال هنا يا هاد الانواع هادوي يعني كين تبقى الحضر خاصة يكون. كما كان نعرفه. يعني احتى التعامل مع زيت الاساسية فخاصة يكون عند واحد حضر خاصة بهاد منسبة هاد زيت الاساسية هادي بالضبط. اشتركوا في القناة